السلام عليكم ورحمة الله كان أحبكم أخواتي الغاليات نتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير يوم بإذن الله سأقدم لكم حلوة سهلة اقتصادية تحضرها آخر لحظة يعني حلوة العشر دقائق ممكن تسميها غريبة ممكن تسميها كوكيز يعني نضيف فيها حبة شوكولاتة كتجي معلكة وبنينة وزوينة بزف ما تشبعوش منها بطريقة اللي هي جيد سهلة ومبسطة مع لكم ستتبعوا معي الفيديو بشوفوا جميع التفاصيل وطريقة دي التحضير خصوصا مبتدئات هذه الحلوة تصدق لكم من أول تجهيبة وغادي تعجبكم بزف ما تنسونيش باللايك بارك الله وفيكم والبرتاج مع الأحبة ومع الصديقة دي لكم التعوم الفائدة ولأول مرة كتشاهد الفيديو دي لك انا نحب بها باش تشترك في القناة تشفع الجرس باش توصل بكل ما هو جديد إن شاء الله ما غاديش نطول عليكم أخواتي الغاليات على بركة الله سوف نمر المقادير والطريقة في نفس الوقت نحتاج بيضة واحدة بحارة الغرفة بسم الله وغادي نضيف عليها رش من الملح لتعديل الدوغ وكاس إلا ربعة سكر سنيدة ما يعادل 120 جرام وهذا الكاس قياس كاس العنبة وواحد الكيس من سكر الفانيلا فئة 7 جرام ونص وغادي نطرب هاد العناصر حتى نحسو بأن الحبيب السكر بدوي يدوبه هدي تلقى إن شاء الله المقادير مكتوبين في صندوق الوصف أسفل الفيديو بالعبار و بالقرام إن شاء الله كيف ديمة سوف هنا يمن بعد ما كان نطربه مزيان هاد العناصر نضيفه نصف كاس ديال الزيت النباتي ما يعادل 80 ميلي سوف هنا يمن بعد ما كان ندخل ذيك الزيت مزيان مع المكونات سوف نضيفه للمكونات الجفة إن شاء الله عندي هنا يا كاس ديال الناشا عمر مزيان ما يعادل 100 جرام وجوج اكياس من الكاكا والمور هنا استعملت ديال اكياس من فئة 7 جرام جوج اكياس 17 جرام ممكن استعملوا ديال العبار لكن ديال اكياس كيكون المدق ديالها أفضل ونضيف هنا بيكينباو ديال اخمالة الحلويات ما يعادل 10 جرام كنضيفه واحد الكاس ديال سبعة أو ديال 8 جرام والكاس التاني كنضيفه من نور شوية سوف يندمج هذا العناصر مزيان ونضيفه إن شاء الله الدقيق عندي هنا يا كاس ديال دقيق ما يعادل 100 جرام غير مضغوط يعني هاد الكاس كنعمره بمعلقة كيعطينا 100 جرام وإن شاء حاولت نعمر مزيان داك الكاس يعني ضغطه مزيان كيعطينا 100 جرام لإن شاء كيكون شوية خفيف على الدقيق وهاد إن شاء اول ما يزينا هي اللي كتهشش لنا الحلوة وكتعور لنا ديال الزبدة اللي ما طفناهاش صافي هنا من بعد ما كنا ندخلوا إن شاء الله هاد 100 جرام اللي طفنا ديال ديال دقيق نوبال لولا كنشوفوا العجيل لنا ولا ما زال خسروا كنضيفه عندي هنا واحد نصف كاس تقريبا هذه الدقيقة ديال نضيف منه غير شوية كتضيفوا الدقيقة بالتدريج بتحاولوا تتحصوا على واحد العجينة كتكون متمسكة ورطبة في نفس الوقت ما تقصوهاش كتمسسوا العجين هاكا بيديكم اللي كتكون قياغة تشوفها مثل السقش اللي يكون في اليدين صافي كتوقفوا من إضافة الدقيق هنا عندي حبيبا ديال الشوكولاتة كنحاولو نضيفوا واحد جوج معرق اللي هما كبارين وهاد شوكولاتة كتبقى اختيارية ممكن تستغنو عليها وكننضيف عليها شوية ديال البقيق باش نوزعها مزيان في العجين غير شوية وهنايا هاد الحبيبا ديال الشوكولاتة كنتحطيتهم في الكونجيلاتون من قبل باش مادوب ليش بعد ما كان نضيفوها يعني العجين هنايا ديال الحلوة ما كان دلكوهاش كلموها فقط وممكن تديروا هاد حبيبا ديال شوكولاتة ديال كوكيز وممكن تديروا شوكولاتة فرميسي اللي كيبقى ليكم الاختيار ممكن تستغنو عليهم وهنايا كيف تجاهدونا على القوام ديال العجين كيكون ارطب ما تقصحوش اخوات العجين وكناخدوهم كنشكلو هكا الحلوة ديالنا على شكل كورات قياز او الحجم ديال الكورا كتبقى اختيارية ممكن ديالهم كبار او صغار هنا كل كوراتة فيها 35 جرام ممكن تديرهم ما بين 30 حتى 35 جرام ممكن تديرهم ما بين 30 حتى 35 جرام ولا بغتوهم يجو شوية كبارين والكيمية ديال التقيق اللي خدت مني هاد الحلوة خدت مني كاس ديال 100 جرام زائد ذاك اللي المعلعقة اللي يضفتها ذاك الرشة ديال اللي يضفتها مع الكوكيز مع الشوكولة ديال الكوكيز عفواً يعني تقريبا 1 ملعقة اللي هي كبيرة 100 جرام زائد ملعقة اللي هي كبيرة وكتبقى حسب النوعية ديال الدقيق والحجم ديال البيض بعد ما كتشكلوا هكا الكورا كتحاولوا تضغطوا عليها برحتي الديكو ما تخليوها شاك بومبي وكتحطوها في اللاطان اللي مفرشة لها ورق الزبدة ما كش متوفر ممكن تدهنوا لصيني ديال كوم غير بالزيت النباتية كنحاول نحطوهم عفوان هكا بعدين شويل انك يضع في الحجم ديالها في الفرن وكندخلوا الحلوة ديال الفرن كونسخون مزيان كونسخون الفرن مزيان على اعلى درجة كندخلوا الحلوة كننقصوا الفرن ولا كان ديال الغاز يعني كتنقصواها كدخلوا هادئة ولا كان كهربائي كتدينوا على 180 170 درجة كل واحدة وحسب النوع الفرن اللي عندها كان شعلوا على الحلوة ديالنا من الاعلى حتى تشقق لينا وحد 4 حتى الـ 5 دقايق بعد ما كتشققها تشوفوها تشقق من الاسفل باش تكمل طيب ديالها يعني كتاخد في الفرن ما بين 10 حتى الـ 15 دقيقة يعني ما تاخدش الوقت اللي هو كتير في الفرن صافي غير تشوفوها تخرجوها ما تخليوهاش اكتر من هاد الوقت اخوان ما تفوتوها جيك العشرين دقيقة يعني كل واحدة حسب الفرن ديالها قلني عنده فرن جهد وكين لا يعني ما تفوتوها جيك العشرين دقيقة باش ما تنشفش لكم من الداخل و جيكم قاسحة غادي نقسم لكم واحدة و تشوفوا القيوام اللي كنهضر عليه كتجيه شيشة و ارتباء و ديته بزاف و حسب اللي بغيت من واحد ملاحظة المبتديات اي حلوة عندكم هكا بالكاكاو اللي ما كتعرفش يعني وش طابت ولا ما زل ما غاديش تبليها في الفرن كتخلي واحد الكمية ديالعجن يعني تكون بيضاء قبل ما تزيد لها الكاكاو كتحيد واحد الكيمية اللي هي قليلة قد واحد الحلوة و كتتزيد لها الطحين و كتتحطها مع الحلوة يعني تم ما كتسيستي عفوا كتشوف الحلوة وش طابت ولا ما زل غاديش تبليها في العجنة البيضاء و هناك كيف كتشاهدون بعد مقسمتها لكم كتجي رطبة و كتجي زوينة و طايبة كيف كتشاهدون هنا فرطتها لكم باش تشوفوا بأنها كتجي طايبة و الشيشة من الداخل و كنشكركم على المتابعة اخواتي الغاليات الى فيديو قادم ان شاء الله و ما تنسونيش باللايك بارك الله فيكم و الله يجزيكم بكل خير و هناك غادي نخليكم بعض صور يعني مقترحات لكينين في القناة اللي بغا تشاهد في فيديو الف مرحبات تشترك في القناة و تفعل جرس باش توصل بقل جديد وصفات ان شاء الله اللي غادينا ان شاء الله ننزله من بعد ولا بقنا في الحياة و غادي نشكركم على المتابعة الى فيديو قادم ان شاء الله و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته في امان الله و حفظه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة